اشتركوا في القناة ونختم فيه في هذا المقرر هو النماذج في رفع الانتاجية في اقتصال الهام يقوم على رفع الانتاجية بطريقة مختلفة في المجتمعات واقتصاد يقوم على نماذج تعمل تغيير ليس من خلال الوقت مقابل الطلب فقط ولكن من خلال الانتقائية في طبيعة القدرات التي يعمل على رفعه وبأقل المهار ولذلك وهذا يتحقق طبعا من خلال انه يشكل نوع من النماذج تقوم على التقسيم الطبقي تقوم على التركيز تقوم على الملاحظة على الاستيعاب على الاستنتاج او انعكاس الملاحظات والاستيعاب ثم التعلم ثم الالهام لذلك قدرته انه يصنع معادلة القدرة مقابل الطلب هو اقوى من اي اقتصاد اخر طبعا من النماذج التي تقوم على هذا المفهوم في الانتاجية هو الربط بين قدرة الابتكار في الحلول والتعامل مع المألوف بطريقة غير مألوفة وايضا التحليل والتشخيص وما يجري في الميدان والتأقلم مع التغييرات البيئية بشكل مختلف طبعا النموذج رفع القدرات في الاقتصاد القائم على الالهام يقوم على كيف نحن نعمل على نموذج لنفوذ تريد الوصول الى عملة الالهام بالمقابل مع نموذج تقوم على يمكن ان تصل الى عملة الالهام فهؤلاء الذين يسعون ان يمكن يصلون الى عملة الالهام هم يقومون بالتأثير بدون سلطة ويستطيعون ان يعملون قدرة على التوازن والمرونة وتركيز على حل المشكلة بينما اولئك الذين يعملون على نفوذ تريد الوصول الى عملة الالهام فهؤلاء يعملون على القدرة مقابل الطلب ويعملون على نماذج اجتماعية واقتصادية حية ومستدامة هذا الترابط بين الذين يريدون والذين يرون انهم ممكن الوصول الى عملة الالهام هؤلاء هم الذين يصنعون في الحقيقة القدرة على صناعة الفارغ في عملة اقتصاد الالهام طبعا ايضا واحدة من المتطلبات الانتاجية في اقتصاد يقوم على الالهام نحن نعمل على ما يسمى المحصلة والمحصلة هو كيفية عمل التدخل في عملية التحول او هي العمل نحو نتيجة محددة ترتقي الى مستوى الاثر وترفع التنافسية الكلية المجتمعية بشكل عام وايضا تعمل عوائد متنوعة وتعتمد على الكفاءة في الموارد يعني الكلمة التي وتعتمد على الكفاءة في الموارد وبالتالي هي تزيد في الحقيقة ما يسمى الأوتكم فحنا دائما نقول ان الانتاجية الملهمة في تناقص اذا كان الاثر قليل وايضا الانتاج كثير والانتاجية الملهمة في تزايد اذا كان الاثر مستمر ولكن ليس في تصاعد والموارد قليلة والانتاجية عالية جدا اذا كان الاثر كبير مقارنة بالموارد القليلة يعني لا من امانع من استخدام موارد حتى الموارد المالية ولكن اذا ما يكون الاثر يكون كبير أيضاً الإنتاجية تكون الملهمة في تزايد حينما يكون الأثر كبير والمدخلات أو الموارد التي مستخدمها هي في نفس المستمرة بنفس المستوى والإنتاجية تكون متوسطة حينما يكون الأثر متوسط والموارد التي استخدمت فيها لذلك نقول نحن نهتمد بشكل كبير على نوعية المدخلات وعلى نوعية المخرجات التي تحدد مفهوم الكفاءة في الإلهام وأيضاً مفهوم الفاعلية في الإلهام نعمل على أن تكون معادلة الإلهام أكبر من معادلة الإنتاجية العامة المعروفة في الاقتصاد الرئيس مالي اللي هي المخرجات على المدخلات نحن نعمل في اقتصاد يقوم على الأثر على الاقتصاد الاجتماعي وبالتالي يعتمد على القوة الداخلية والتأثير بأقل الموارد ولذلك هو اقتصاد يقوم على توفر المعادلة الأثر على المدخلات طبعاً هذا الاقتصاد هو الذي يصنع أو هذه النتيجة أو هذه المعادلة هي التي تصنع معادلة عملة الإلهام إذن عملة الإلهام تقوم على الانتاجية الملهمة والتي هي تأتي من نسبة الإصابة العالية وأيضاً انتاجية ملهمة عالية تأتي بنتائج وأثر كبير عالي التركيز وأثر أكبر على الاقتصاد الاجتماعي بشكل واضح طبعاً هذا يختلف عن الانتاجية التي في الاقتصاد الرئيس مالي التي تقوم على ارتفاع نصيب الفرد بشكل عام ومستوى عالي من العيش لكن ليس بالضرورة أن يأتي بنتيجة أفضل على الاقتصاد الاجتماعي الانتاجية أيضاً من صفاتها أنها تقوم على المبدأ والمحتوى المبدأ يكون واضح بحيث أن يكون هناك في سعي لاستكشاف الفراس اختبار الأثر استكشاف التطوير المناسب والاستدامة بطريقة مناسبة وبالتالي هذا ما يصنع العقلية المؤمنة بالتغيير وهي التي تصنع بالنسبة لنا في الأخير التغييرات المطلوبة على مستوى المجتمعات أتوقع أقف معكم أخواني وخواتي عند هذه النماذج نحن مطلوب من عندنا في الأخير أن نحافظ على نماذج حية صناعة نماذج حية نحن كخبراء أخصى الهام دورنا أن نعمل نماذج حية تنتشر في المجتمعات على مختلف مستويات المجتمعات وعلى مستوى ومختلف القطاعات تعمل على اختيار المشاريع المناسبة للاقتصاد الاجتماعي تعمل على طرق في حل المشكلات تعمل على تنفيذ المشاريع المنطقة بطريقة سليمة وتعمل ملتقيات التعلم لمشاريع الأثر الاجتماعي وتحاول استدامة ونشر فكر المشاريع التي تأتي من خلال اقتصاد الالهام فيها مراحل تعلم تمكين تطوير تأثير تعميم ونشر هذه المراحل هي التي تتميز فيها مرة ثانية صناعة النماذج مراحل تعلم مراحل تمكين مراحل تطور مراحل تأثير ومراحل تعميم هذه المراحل هي التي تصنع النماذج الحية في اقتصاد الالهام يتطلب طبعا هذا محاولات عدة صغيرة ومتراكمة ومتصلة وطبعا يستهدف هذا أن نحن يكون عندنا رسالة لأنفسنا ومجتمعنا نعم نحن نستطيع أن نكون ذات قيمة مضافة وملهمة للعالم نحن أصحاب رسالة وهذه الرسالة تعمل على نشر النماذج الحية وتسهم في مخاطبة الروح والعقل والقلب والمحتوى وكل نموذج نقوم فيه في اقتصاد الالهام يهدف للبدء بقياس الأثر ومدى الدقة في الإصابة لصناعة الالهام المجتمعي من خلال استخدام الملاحظة والدليل الملموس والرسمة المعبرة والتحليلات البيانية ومستوى الالهام المتحب نحن أصحاب رسالة ذلك نسعى لصناعة نماذج تتطلب مشروع يعظم الاستكشاف لقدراتنا ومواردنا الداخلية وللتغيير بمستوى النماذج الصغيرة وبحيث يجعلنا نتغلب على الظروف والبيئة العمل ونحن أيضا نعمل من خلال النماذج على أن نقوم بالتغيير والالهام بأقل الموارد وفي نفس الوقت نكون ملهمين للآخرين بحيث يكون هناك إلهام مادي يقلل من الهدر سواء في الأوقات في التكاليف في كفاءة وجود الإنتاج أو الهام معنوي يصنع زيادة ثقة بين المستهدفين بمنهجية اخصصات للهام طبعا هناك دراسات في طرق صناعة النماذج ذات الأثر وعرض للمشروعات المنفذة سوف تكون إن شاء الله أيضا تأعرض في الفصل وفي مع الأستاذ في الجامعة ولكن نتمنى إن شاء الله منكم أن تطلعون على كل المواد وتائما تقفون عند النماذج التي صنعها المشروع العالمي إلى اقتصاد الهام أو من خلال المختبرات بشكل عام أو الدراسات الحالة التي نعرضها لكم نتمنى لكم ولنا التوفيق اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ونراكم إن شاء الله على خير اشتركوا في القناة